يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندبين الدائمين غدا اجتماعا طارئا بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري يأتي ذلك قبل يوم من عقد دوري غير عاديتين لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري على أن تكون الدورة الأولى مخصصة لمناقشة الطورات للأزمة السورية فيما تكون الدورة الثانية مخصصة لتطورات الأوضاع في السودان موسيقى